أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أمصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيب ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن الصفهاء ألا إنهم هم الصفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في تغيانهم يعمهود أولئك الذين اشرؤوا الظلالة بالهنا فما ربيحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سم بكم عمي فهم لا يرجعود أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من السواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد المرق يختف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ الَّذِي جِعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من وثمرت الرزقا وقالوا هذا الذي رزقنا من وقبل وأتوبه متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين يوقدون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسدون كيف تكفرون بالله وكوتم أمواتا وفاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فصواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نصبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا عمانا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم وقل لكم إني أعلم غير السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة استدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشذرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل لهبطوا بعدكم لبعد عدو ولكم في الأرض مستقر ومطاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فطاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل لهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فموت بعهدايا فلا خوفنا عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك صحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فرهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أولا كافر به ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا وإيايا فتقون ولا تلبسوا الحق بالباطر وتتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعيد أتأمرون الناس بالبرد وتوسن أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم لاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ذبكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأوجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتنا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فطوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتابوا عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وفأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلون وطيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ سسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ودع لما كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصغر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تمت الأرض من بقلها وقثائها من بقلها وقثائها وفمها وعدثها وصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرم فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عيود ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا مثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم أتوليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين أعددوا منكم في الصفت فقلنا لهم كنوا قردتا خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وما خلفها وموعزة للمتقين وإذا قال موسى لقومه إن الله يأمرك ما تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دعو لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا دعو لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا دعو لنا ربك يبين لنا ماهي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأوض لا تسقل حوث مسلمة لا شئة فيها قالوا الآن جيت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذا قدلتم نفسا فدارتم فيها والله مخرجوا ما كنتم تكتمون فقل لضربوه ببعدها كذلك يحي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنونكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعد قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عود ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمان جوائدهم إلا يظنون فويلوا للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عود الله ليشتروا به ثمنهم قليلا فويلوا لهم مما كتبت أيديهم وولوا لهم مما يكسبون وقالوا لهم تمسنا النار إلا أياما معدودا قل أتخذتم عود الله عهدا فلن يخرف الله عهده أم تقولون أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكن وقولوا للناس حسنا وقيموا الصلاة واتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معردون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم لا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقروتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإياتكم صارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعضه فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزيون في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عن ما تعملون أولئك الذين نشروا لحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب ووقفنا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مرجم البجنات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استقبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عيود الله مصدقوا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بإسم شروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بما أنزل الله بغير أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبجنات ثم اتخلتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا مثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بإسماء يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة وعيد الله خالصة من دون الناس فتمنأ الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا مما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحيص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة وما هو بمزحزه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَا كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُ هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِيُودِ اللَّهِ وَصَدِّقُوا لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ زُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبُعُوا مَا تَطْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكُ سُلَيْمَادٍ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانٌ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَادُوتَ وَمَادُوتَ وَمَا يُعْلِّمَانِ مِنْ أَحْدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفِرْ فَيَتَعْلَّمُونَ مِنْهُمَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحْدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعْلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُونَ مُنِشْتَغَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عيود الله خير لو كانوا يعلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا ذُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيب ما ننسخ من آية أولوصها نأتي بخير منها أو مثلها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ وَدُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِجٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُرِيدُنْ أَوْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَتَبَدْلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَرْضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِيُودِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّا لَهُمُ الْحَقُّ فَعْفُوا وَاسْفَحُوا عَتْتَعَيَاتِ يَا اللَّهُ بِأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِعَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ وَتَجْدُوهُ عِيُودَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَنْ يَدُخْلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَا كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَنَكُمْ إِنْ كُنت بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَقَالَتْ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَطْلُونَ الْكِتَابِ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ف اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَمَا الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَو مِمَّمَّ نَعَمَ سَعِيدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِي اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَ آَيَهُ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ وَقَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْل وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَرَى حَتَّى تَطْبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِذْنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلَيِّمْ وَلَا نَسْخِيرُ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَطْلُونَ وَحَقَّ تِلَاوَتِهُ أُولَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأَالَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذْ إِبْدَلَى إِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُغِّيَّةِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَطَابَطًا لِلنَّاسِ بَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِمَ مُصَلَّى وَعِهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَاعِ لَأَنْ طَهِرَا بَيْتِي لِلْقَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْرُكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّ جَعَلَ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَوْمَتِّعُهُ قَلِلًا وَثْمَ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ الْنَّارِ وَبِئِسَ الْمَصِيرِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَ لَكَ وَمِنْ ذُرْقِيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَطْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْقِتَابُ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرَّبُ عَمِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ وَسَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذَا قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيه وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اسْقَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذَا حَضْرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذَا قَالْ لِبَنِيهِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهٌ وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُنُوا هُدًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُونَ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حْنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَيَعْقُوبَ وَلَا أَسْبَاتِ وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِسَى وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِثْرَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنُهُمْ وَنَحْنُ لَوْهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سِبْغَةَ اللَّهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُبَ وَلَاسْبَاقَ كَانُهُونَا وَنَصَارًا قُلْ أَأَوْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَوْ مِنْ مَوْكَةً شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سَيَقُولُ السُفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُ مَعَا وَقِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِّ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ يَهْدِ مَنْ يَشَاءُ الْا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٌ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُونَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَوَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَوْنْ قَلِبُ عَلَىٰ قِبَيْهِ وَإِنْ كَاتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ قَدْ نَرَاتَ قَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً وَتَرْضَوَهَا فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَابِ وَحَيثُمَا كُنتُمْ فَوَلُّوا جُوَكُمْ شَطْرَةً وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِبْ وَمَ اللَّهُ بِ وَلَيْنَ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكُ وَمَا أَوْتَ بِتَابِعِينُ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْدُهُمْ بِتَابِعِينُ قِبْلَتَ بَعْدُ وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِم الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْ هُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل نعم ما تعملود ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوكم شطره لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يطلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه الراجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروط من شعائر الله فمن حج البيت ذي اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطفع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنسلنا من البجنات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك توبوا عليهم وأنا التواب الرحيب إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم لا هو واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزر الله من السماء مما إنفاحي به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والصحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعاقلون ومن الناس من يتخذ من يودون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا وشدوا حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا بما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأنتقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل له اتبعوا ما أنصر الله وقالوا بل لا اتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمعوا إلا دعاء ونداء سن من مكمن عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميت تودم ولحم الخنزر وما أهل به لغير الله فمن يطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمن قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين شرعوا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البضاءوت والوجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البضاء من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القرب والهتام والمساكين وبن الصبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتبوا عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحساد ذلك تخفيف من ضبكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليب ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتبوا عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من نوسين جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتبوا عليكم اسريا مكما كتبوا على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريدا أو على سفن فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطبع خيرا فهو خير له وأنت صوم خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبجنات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سعلك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام رفضوا إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تخطانون أنفسكم أنفسكم فتابوا عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتضلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقع للناس والحج وليس البضبع تأتل بيت من ظهورها ولكن البرمن تقى وأتل بيت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في صبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ذقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفرنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عيود المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فيقاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن ينتهوا فإن الله غفر رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فرنة ويكون الدين لله فإن يتوفر عدوانا إلا على الظالمين أشعر الحرام بالشعر الحرام والحرمات القصاص فمن اعتداء عليكم فاعددوا عليه بمثل معدداء عليكم واتقوا الله وعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في صبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلقه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتم الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مردا أو به أذم من راسه ففدية من صيام أو صدقت أو نسك فإذا أمئنتم فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحراب واتقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفض ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أو تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عود المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضادلين ثم أفضوا من حيث وفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكرك مآباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك له نصب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات ومن تعجل في ومن فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلق الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيله اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اللہ والله روفم بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبيد فإن سللتم من بعد ما جاءتكم البجنات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فإن سللتم من بعد ما جاءتكم البجنات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائي لكم آتيناهم من آية بينات ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب سجن للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البجنات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والدراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه مدى نصر الله على إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقود قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتام والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القدال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو الشر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن شهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحراب وإخراج أهله منه أكبر عيود الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبثت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والمسجد قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبجن الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمتم مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيد قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيد ولا تقربوهن حتى يطهدن فإذا تطهدن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتو حرثكم الناشيتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أو تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم الذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فينفاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عسموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروه ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر أبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيب الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا إن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليه ما في مفتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد وحتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتباجعا إن وظنا أن يقيما حدود الله وذلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغنا إلا لهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات لا يهزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعيزكم به واتقوا الله وعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغنا إلا لهن فلا تعجلوهن أيوك إحنا أزواجهن إذا ترادوا بينهم بالمعروف ذلك يوعز به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عنه وتراد منهما وتشاؤرهن فلا جناح عليهما وإن أرادتم أن تستردعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيكم بالمعروف واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم وإذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أوقنون في أنفسكم علم الله أنكم سبذكرونهن ولا تواعدوهن صدرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفردوا لهن فريدة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريدة فنس ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسأوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الأسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالنا ورقبانا فإذا أمئنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع من معروف حقا على المتقيد كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعاقلون ألم تضا إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله متو ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في صبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرد الله قردا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبد ويبسط وإليه ترجعون ألم تضا إلى الملائم من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعثنا ملكم نقاتل في صبيل الله قالوا هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في صبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أننا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يتسعتم من المال قال إن الله استفاه عليكم وزاده بستة في العلم والجسم والله يطي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن ياتيكم تابط فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحملوه الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من يغدر فغرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم لاقوا الله كمين فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برسوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله الناس بعدهم بعد اللفصلة الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نطلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من كلم الله ورفع بعدهم درجات وآتينا عيس ابن مريم البجنات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتل للذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البجنات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتلوا ولكن الله يفعج ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رسقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوب لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وصع قرصيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبجى رشد من الغي فمن يكفر بالطاقوط ويؤمن من الله فقد استمسك بالعروة الأثقال في صام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من ظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاقوط يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أنا آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت وقال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله ياتي بالشمس من المشيق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهد القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته اللهم يتعامن وثم بعثه قال كم لبثا قال لبثا يوما أو بعد يوم قال بل لبثا مئت عمي فانذر إلى طعامك وشرابك لمئت سنة وانذر إلى حمارك ونجعلك آئتا للناس وانذر إلى العزامك فنوشزوها ثم نكسوها لحما فلب مات بيان له وقال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذا قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت قال أولم تم من قال ولا ولكن لئتما إنا قلبي قال فخذ أربعة من الطويد فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن ياتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيب مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفان عليه تراب فأصابه بابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهد القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ارتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بنبوة أصابها وابل فآتت أكلها دعفايد فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجريم تحكي الأنهاد له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرقية دعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبجن الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتل حكمة من يشاء ومن يؤتل حكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقت أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبصر قادفا عما هي وين تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم لكن الله يهدي من يشاء وما تنفق من خريفا لأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفق من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون دربا في الأوض يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف تعرفهم بصيماهم لا يسألون الناس إلى حفا وما تنفق من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم من الليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عود ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المص ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل ربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعزة من ضبه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عود ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يمن ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا الشهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان من من ترضى من الشهداء أن تضل إحداؤما أن تضل إحداؤما فتذكر إحداؤما الأخرى ولا يب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك مؤقسة وعيوند الله وأقوم للشهادة وأدناء لا ترطابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح لا تكتبوها وأشهدوا إذا تمائعتم لا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبضة فإن أمن بعدكم بعدا فليؤد الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم اشتركوا في القناة